ها وشي السواف ايه والله هذي سالفة وبعيدها بكررها ممكن بعض المتابعين ما اسمعوها نصيحة هو منها سالفة ان تدروني انا ابوي طالع ماركم محاطني وزير المالية عنده سابقا عقوب ما كانت تستيقظ في محلها الحين خلاص ما عاد فيه كنت وزير المالية عنده وشفت طالع ماركم اتمشى في احد التطبيقات لقيت اعلان برسيم برسيم علم وبرسيم ورخيص تريله والحبة بسبع طعش اوه ورخيص وراس لو توصل معها قلت كامل ذا وراه علمه قلت ايبا اهنا برسيم بسبع طعش ريال متر ما لا شكل وره المقاطر والتصوير قال لي والله اشترك قلت اجيال ابن اشتري ونروح طالع ماركم ويشوفه وتواصل معه ولا الرجال كان صدق كنت صور لي التطريل وصور ليه متحمل والعلف اللي صور التطريل وصور العلف المحمل والعلف مغري برسيم وبسبع طعش ريال يخليك تشتري وانتم غمب قال ابو يا رشيت انتبه ولا يكون في المورده يا ولد مستحيل برسيم هذه بسبع طعش قلت ايبا هذي سيدها معينها بالبرنامج وين الثقه وين الثقه المهم طالع ماركم وراس الرجال قلت يلا حمدنا طالع عمرك تريلا قال خلاص حول عربون قلت ليه حول عربون حول شي اسمه لجلت تريلا تنزل حولت الدراب قال لا لازم عربون حشان تحرك التريلا قلت كم تبيع عربون قال الف ريال ايوا هلا اجي المهم قال حول الف ريال عربون شوفوا 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 خلوكم معي فناتي الف ريال عربون قلت ليه يا اخوي والمهم اخذ شوفوا الذكاء واسجل اسمه وظيفة مستفيد في حساب الوالد وارسل لها الف ريال قال ليوها الامور زينها قال بس فيه باقي حاجة بسيطة قلت وشي قال باقي خمسين ريال رسوم التريلا قلت كيف رسوم التريلا بخمسين ريال هذي ماهن والله اني ذاكي لكني ذا المرة مدريش كون اللعب علي قال خمسين ريال حقه كنت يا ولد انت قال شوف بيجيك رابط ادخل طال عمرك ودخل حسابك الراجعي وارسل خمسين ريال الرسوم والله اني دقيت برايك وقال ابو يا ولد رجال ليه يلعب علينا افا افا شوف الثقة ويرسل الرابط طال عمرك والله اني ذاكي يوم ارسل الرابط واحط حساب ماهب حساب ابوي حسابي انا بنك الرياض واحط حساب بنك ابوي يوم جيت احط حساب بنك ابوي ما رفض ما قبل هلا الله يحبك يطول عمرك شكرا المهم ونحط بنك الرياض واحط الحساب ولا قبل ويراس اني قال لا انت ما حطيت الرياض معلق لازم حساب راجعي شوفوا وانا غبي وارح طال عمركم ماحط حساب ابوي ماحط اسم المستخدم ماحط اسم رمز الحساب هذه اخذوها قاعدة الاسم المستخدم ورمز الحساب ما يطلب جميع البرامج الا غير البرنامج حق التطبيق نفسه حق البنك نفسه اخذوها قاعدة هذه جات علي ورحت فيها والمهم طال عمركم واحط احساب ابوي والرمز قال جاتكم رسالة قلتيه ونعطيه الرسالة في الرابط الرابط مكتوب سداد كانها رابط حكومي سداد الحكومي كانها رابط يعني تشوفها تقول رابط حكومي واحطها طال عمرك قال بتجيك رسالة ثانية اذر الرجال عنده كمبيوتر ويوم رسل الناس المستخدم ذلك على الرابط جاء عنده في الكمبيوتر ويدخل في التطبيق عنده في الراجعي وجاءتنا الرسالة ونرسلها في الرابط وياخذها من الرابط ويحطها في جوال هناك ساعة جاتة جوالها قال خلاص دقيقة بتجيكم رسالة ثانية هي بينا ننتظر بس رسالة ثانية على ما يحول ويخلص الامور واجهتنا وبينا ننتظر رسالة ثانية يا الله يا الله بيض الله يجيك يا ولدي اللي جبت ليدا العلف اللي بس 17 ريال ورسالك كنتم شو لساعدك كيفا أنت بس عطني ثقة وبشرارة بساعدك يا الله يا الله هاها شوف رسالة هالأضيع شوف رسالة هالأضيع شوي طيط تحويل أخوك يا أصبي ويكفت على أبوين ها شوف شوف الحساب وادخل طال عمركم بلا محول 185 ألف والله العظيم من هذا اللي حصل 185 ألف على الحساب اللي قد ضفناه مستفيد هو ذاكي خلانا نضيت مستفيد حشان مغير يدخل يحول على طول بدون ما يدق علينا البنك الراجح بدون حنا اللي أضفناه مستفيد وجي طال عمركم الحوالة 185 ألف مع الألف اللي قبل 186 ألف وشوي طين 900 ريال وقلوا أبوين بسك بسك قفل لا ياخد درها ما تقول لها بسك قفل وادخل طال عمركم وادق علي بنك الراجح يقول تقفل الحساب بنده ذا الحين واش قلت قفلة قفلة ويقفل الحساب جعل الله ما غير يروح 185 ألف ويتفيت عليه أبوي ويتفيت عليه قال سعنبيات الله نحن نحس نحس كيف الطريقة كنا نصح من النوم والله العظيم كنا نحي يصحينا من النوم تونا نستوعب لعبون فيه وتروح 185 ألف ونروح نطالب ونطالب أخذوها قاعدة السرقان والحرمية واجد في هذا الوقت بعضهم يقول لك فيه خدامة بالمبلغ البسيط وحول عربون وكذا نفس الطريقة حتى نضيف المستفيد ويضيف الحاجات فنصيحة أنك طال عمرك تأخذها قاعدة بنك الراجح أو جميع البنوك مستحيل البرامج الأخرى أنها تطلب منك رمز اسم المستخدم ورمز الحساب إلا بنك الراجح نفسه فأحفظ على رقم اسم المستخدم ورقم الرمز والله يرطيكم العافية وهذه القصة حصلت لي والمؤمن لا يلدغ المؤمن لا يلدغ من جحرة مرتين فأنا نصيحة أخ نتبه إيه ولمهم أبوي خلاص كنت الثقة كنت الوزير المالية أو كنت وكنت أبوي من نوع اللي ما يضرب ولا يحاوش ولا خلاص لزعل ما عاد كلمك ياخذ سبعة أيام ما يكلمك ما عاد في ثقة ما يوصيك بحاجات ما تجس هناك هو يبق هوا يقوم هو يصب النفسك هوا ما يوصيك ما في ضرب ما في ودنا والله يعطيني بوكسن على عيني عشان والله أتعلم بوكسن على عيني ولا يعطيني كلمة أنت وجعني يخليني كني ماني موجود يعني كني كني ولا شي عنده فراحت الثقة اللي كان وزير المالية رشيد وانا وانا واللي حول الفلوس وكل شي عندي وكل شي عارفه وكل شي وكل شي لكن راح تلمون فنصيح لأخ المتابع والمشاهد ينتبه على هذه الأمور لأنها والله يوم أعلنت عنها في السناب وصورت وعلمت والله العظيم منها كل شوي رأسني كل يومين يرسني واحد نفس الطريقة اللي قال بغيت شغاله وألجات واللي بغيت يقول واللي قال بسيارة ويجبونها من أنواع ويش قال شافوا البدو كان خلنا نعطيهم برسيم شافوا اللي حاجة خدامة في رمضان قال ووه يبو خلنا نحطها خدامة وشافوا اللي بسيارة مثلا كاميرا جديدة يخليها بسبعين ألف ويقيمها ثمية ألف يخليك غصب تتفع أربون هم من يسرق دراحمات يقول كل شبه يمراس اني واحد يا ولد أنا ما سرق دراحمي أنا وصويت وش الطريقة وش الطريقة في الواحد خلاص يصير مع عقل يفهم لا يصير مثلي بهمت ما يدري لا لا يصير غبي مثلي الواحد يفهم وإن شاء الله أن الأمور بترجع أن يكون وزير المالية عند أبو إن شاء الله مع أيام القادمة وإن شاء الله الأمور بتضبط والواحد يمتبهن نفسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه كانت سالفتنا وهذه موضوع النصيح عليكم والله العظيم نصيحة محب لا تطحن في الغلطة اللي طاح فيها رشيد يلا حيهم يلا حيهم زين